موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم تتبعين الأفاضل معكم المعلم زهير نتمنى من الله تكونوا بألف خير نتمنى هذا الفيديو والقاكم بكامل الصحة وتكون جميع أحوالكم طيبة إن شاء الله نشكركم على الكم الهائل ديال التعليقات ديالكم على تشجيعاتكم وعلى كلامكم الطيب ودعواتكم ربي جازيكم بكل خير وربي وفقكم في جميع أعمالكم نرحب بالأعضاء اللي تحقوا بنا جداد في القناة نتمنى لهم التوفيق والنجاح وكذلك نرحب بالأعضاء اللي معنا من البداية يعني الأعضاء القدامى تهم ما نوجه لهم التحية والترحب نرحب بالجميع اليوم إن شاء الله كما تشاهدوه أمامكم الصورة ديال فيديو تطبيق الموضيج للابس الرندا ملاقية خفيفة في القدام ديال بيسا بالعلوان شكل أنيق وجميل جدا الأناقة ديالها في البساطة ديالها اليوم إن شاء الله هذين نطبقها أنا وياكم كنحتاجو للحرير للألوان متناسقة كما كتشوفو أنا هذين نخدم بالألوان اللي يعني يعني في الصورة كما كتشوفو هذا الموف اللون ديال التوب معه الموف غامق ومعه الأخضر بيستاتش كما كتشوفو ومعه هذا الأورنج يعني غامق بحل القرعي دابا سنبرمو الحرير ديالنا للألوان كلها على جلج ديال الشعرات كما كتشوفو ونحتاجو كذلك الإيبر النمراء السبعة كنخدمو بيهم مرة نضع عادة على جلج شعرات ونحتاجو الميقص ديالنا باش كنخدمو وكنفيني دابا بغا نبدأو على بركة الله هذه الهبطة ديالنا ديال البياسة يعني من القدام سواء قفطان أو جلابة هذين نخليو هنا الفتحاء ديال العنق سنبدأو بسم الله على بركة الله فأول حاجة سنتبت الفتحاء ديالي بالصريفة يعني كبداية دابا سنجي من هنا الجهة المقابلة كما كتشوفو الخير الدائري في هذه التجاه وهذه نربط للجهتين كما كتشوفو مع بادياتهم وهذه نخلي الفارغ اللي نعمر فيه غرزة واحدة كما كتشوفو الملاقية كتطلع على غرزة واحدة وكتطلع يعني متروزة كما تشتف الصورة وهذا نريكم التقنية والطريقة كيف تخدموها واترزوها في نفس الوقت بالنسبة للأخوات المبتدئات اللي ما عرفوش طريقة ديال هذا الموضيل من المبتدئات قالوا لي مخدوم عدم الطرز أو مخدوم الطرز في نفس الوقت يعني ما عرفوش كيف ومن الأحسن يعني يديروا هالطريقة لأنها ستوفر عليهم الوقت والمجهود يعني يخدموه وهم كيترزو في نفس الوقت وأخي يعني تختلف الألوان يعني من بات في الخدمة يعني نخدموه بألوان أخرى في نفس الوقت نفس الطريقة ونستقنية كما كتشوفوا كنبقى غادي بغرزة وحدة كنخدمها كنخدمها كنكون هنا ربعة ديال الدقات ديال التوب سنزيد نخدم هنا الغرزة اللي عندي عندي هنا ثلاثة دقات ديال التوب سنخدم الدقة الرابعة كنبقى لا نخدم هذا اللي عندي يعني هذه الغرزة سنزيد الخيط الدائري في هذا التجا الفوق كما كتشوفوا ونجد هنا البداية ديال الملاقية ديالي ونربطها بغرزة بهذا الشكل ونعود نفس الشيء نزيد الخيط الدائري الفوق ونعود نفس الدقة كما كتشوفوا يعني سنطرز فوق الخدمة ديال الملاقية اللي خدمت ديال الغرزة دابة سنقوم ديال التقاء ديال التوب هنا عادي كما كتشوفوا ونغطينا يعني ذلك العوينة اللي غدي نخدمه ولهذا سنبدأ هنا نكمل بداية يعني سنتقله بالطقة ديال الفوق ونجبدوها مزيانة نخليوا الفراغ ديال الغرزة وحدة كما كتشوفوا ونكمل الخدمة ديالي كنخدم هنا نفس الشيء اللي درت في البداية يعني ملاقية ديال واحد ديال عدد الشكل كنستمر حتى نكون ديال 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 كما كتشوفوا دابة عندي ثلاثة دقات تحت كذلك هاو ثلاثة دقات الفوق يعني نقصاني دائما نجيب دائما نفس العبار ديال الخدمة ديال والزواق ديال اللي تمشي متروزة يعني 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 هذا هو الحساب يعني ندير ثقة هنا الرابعة يعني وندير الخير دائري فوق كأننا نخدم هذه الغرزة ولكن نأتي هنا هذه الغرزة يعني نربط الغرزة عادي نفس الشيء يعني المرة الثانية لا تأتي الغرزة يعني بالفطلة الرقيقة تأتي هنا يعني نكمل نفس الشيء يعني هنا سنعمل كأنني نبدأ في البداية يعني ونحاول نقرب الغرز يعني هنا في هذه الفراغات لكي لا يأتي هنا يعني الغرز تباعدين ونحاول يعني باينة من الفوق بأنها مشرقة يعني نقرب الغرزة عادي نكمل الخدمة هذه نقرب معكم هذه الحبة لكي نأخذه اللون المغير لكي ترى كيف نبدأ الخيط ثم نقرب الملاقية لدينا كما يعرف الجميع نقرب بسيطة وعادية يعني كين الأخوات اللي يخدموها بحلقة بالعوينات يعني وعاد يطرزوها في الأخير ولهذا يعني بلما تعبوا رأسكم يعني الطريقة بسيطة وسهلة نقرب وعادية تقربة 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 سنقرب نفس الشيء يعني سنطرز هذه الملاقية هنا سنشد هنا لا نقرب تقربة التوب يعني سنجد تقربة الخامسة بهذا اللون يعني خسني ندفن هنا الخيط واحد المسافة يعني اللي سنحتاجه يعني فيها لكن سنعمل يعني ثلاثة الألوان يعني يمشي بهذا المسافة ثلاثة مرات يعني ندفنه بحلقة قريب ونصله نرجعه وندفنه نكمل الدفين تحتاجه في الخدمة سنأخذ اللون يعني غامق قليلا سنبدأ لاحظوا جيدا سنأخذ هنا لذلك الخيط عادي سنطبط الفتلاء هنا بالصريفة مباشرة والخيط الدائري هنا تحت سنأخذ هنا الفوق ونقرب الدقات في هذه الجهة بالفراغات لكي لا تأتي الخدمة من ثم يعني واسعة نرجع دابة في هذه الغرزة نكمل الخدمة يعني نخدم نفس العبار ونفس المسافة يعني نعرف رأسي يعني وصلت المكان الذي سنزوق فيه يعني سنطرز فيه الملاقية لي لأن سهيت هذه الدقات مرة زائدين ومرة ناقصين لا تأتي منظر وإتقان يعني تفش كما ترى كما ترى هنا ثلاثة دقات في الجهتين سنكمل كما تقوم سابقا وأنا كنت نجبز الثوب يعني من الجهتين كما ترى الثقات يعني في الثوب كما ترى الثوب يعني تفاوت يعني حول يعني تقوم يعني كنت نجبز من الجهتين هذا يعني كما ترى هذا ينطرز عادي يعني الملاقية يعني ونعمل لها دقة ثانية سنكمل نفس الشيء سنخدم الحبة ثانية بعد اللون يعني سنخدم ونطرز يعني بكل سهولة ممكن تخدموا العدد حال يشتوف الموديل يعني تخدموا ستاة الحبات يعني في كل لون يعني أجيكم مطابقة الصورة ديال الموديل بالنسبة لكم ذاك شيء يبقى الاختيار ديالكم ممكن تدروها يعني تدروها في طول أطول من هذه ممكن تدروها أصغر يعني من هذه يعني يكونوا عندها ثلاثة دقات مثلا في كل جهة حال هكا يعني يبقى الاختيار ديالكم انتم وبالنسبة للألوان التي تخلو في الخدمة التي تكون متناسقة يعني ممكن تخدموها بجوة ألوان فقط ممكن تخدموها يعني ثلاثة الألوان أو أكثر يعني ذاك شيء كي يبقى الاختيار ديالكم كما تشوفون دائما نوقفوا هذه العوينة قبل ما تربطوا الزواق اشتو أنا نبدأ دائما قبل ما نديروا الطريزة نوقفوها بالعوينة الأولى أنتم سوف نجمع الخدمة لي بهذه الطريزات كما تشوفون ونكمل عادي نحب ثالثة ونأخذ اللون كذلك الذي سوف نكمل به الخدمة الموالية ونستمر تال آخر أنا سوف نعمل ونرجع معكم كما تشوفون الشكل نهائي الخدمة ديالنا أنا أرجعت لكم بعد ما خدمت كما تطلع كما تشوفون شكل آنيق جميل جدا ممكن تجمعوا بها كلها من الجوانب وكذلك من الأمام وتجي شي حاجة راقية ومميازة وتخدموا مع دريس عادي يعني غدية الشوكة يعني ديال واحد يكون مخدوم بطريقة مزيانة يجي واقف يعني وباين في الخدمة غايجي شي حاجة مميازة صيفية خفيفة وصلنا نهاية الفيديو اللي أعجبكم الفيديو لا تنسوا الدعم بالجيم والبرتاج فضلا وليس أمرا والاشتراك في القناة لكي تكبر الأسرة أكثر وأكثر نتمنى التوفيق للجميع إلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله مع المعلم مزوهر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر